السلام عليكم حبيب قلبي يا رب كلكم تكونوا بقال في صحة وخير الاول ما تستغرب مش صوتي انا ايمو انا بس كل الحكاية واخد شوية برد في زوري وسدري فمغيرين صوتي خالص ومع ذلك مش هنكسل مش هنقعد الخضر الايام دي رخيص وجميل ويفتح النفس وحاجة كده اللهم بارك مالية الاسواق بركة وخير الفيديو ده مصقى واربع دي ثلاثة ايام ومأجله بسبب تسجيل الصوت لكن قلت النهار ده لا ما بديهش بقى نلحق الخضر كده وهو رخيص معايا هنا شوية لمون الاول كده سمعوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكتبوا لي تعليق حلوة تنسوش لايك للفيديو واشتراك في مطبخ ايمو تشانل معايا هنا بقى اللمون رخيص اول ايام دي الكيلو ونص بعشرة انا جبت الكيلو ونص وقلت هخليلهم معاكو بس مش هخلل اللمون اللي هو بالا اه اللي هو مفتح لا انا هخلي اللمون اللي هو بيتسلق تمام ده حاجة وده حاجة فجبت كده كيلو ونص احنا بنكلش بخليلات من بره كتير فانا بحب اعمله بصراحة في البيت غسلته كويس جدا وبعدين حطيته في حلة مية ورفعته على النار علشان يتسلق معايا تمام الحلة التانية اللي انتو شفتوها دي حلة مية مغلية فسايبها تبرد علشان هعمل منها المحلول الملح اللي هخلل بيه بصي بقى يا ستة الكل انت وهي لو عايز اللمون بتاعك يستوي بسرعة هتخليه يتسلق على النار بعد ما يغلي معاكو لمدة من ربع لتلت ساعة ده بعد خمس ست ايام كده هتلاقيه استوى تمام في التخليل هتلاقيه استوى لو عايزة يصبر شوية خليه تسلق لمدة عشر دقايق بس ببدأ احسب المدة دي من امتى من بعد ما بيبدأ يغلي يعني انا خليه يغلي لمدة عشر دقايق لان انا مش بستعجله عليه بصراحة ده هيخد معايا اسبوعين في التخليل اول ما غلي معايا لمدة عشر دقايق صفيته من المياه بتاعته بس ما رميت هايش وحطيته في مياه برده هسيبه في المياه البرده دي المدة حوالي يعني نقول خمس ست ساعات وكل ساعة كده بغير المياه عليه لازم اغير عليه المياه كل ساعة او كل نص ساعة علشان اقدر انازل كمية المرارة اللي بتبقى في القش فدي كلها بتنزل في الميا يعني احنا بعد السل هنحط في مياه نظيفة من الحنفية ونغير عليه المياه لمدة نص ساعة خمس ست مرات كده ونبدأ بعدها نخلله بصوا بقى قبل مبدأ التخليلات انا بحب كده اعمل دايما هارسة الشط ممكن عملتها معكم كتير بس النهاردة هتكون اساسية معايا في الفيديو لاني هستخدمها في المحلول الملح بتاع التخليل بصوا ادعوا لي دعوة حلوة لاني زوري وجهني جدا وانا بسجل والله بجد فدعوة حلوة كده من قلوبكم معايا هنا كيلو ونص من الفلفل الفلفل الاحمر حطيت عليه راس ونص من التوم تمام يعني حبة حلوين كده وهبدأ افرومهم كلهم انا النهاردة هعمل الهارسة على الطريق الليبي والطريق الليبي بتختلف جدا عن الطريق المصري في مكون بيتضاف في الهارسة الليبي بيغير طعمها وكمان ما بيخليكيش تعملي مثلا بطنك توجاعك او يكون معاكي معدتك دايما واجعكي من الحاجة الحامية لأ المكون ده بيهدي المعدة على الاخر لو كالت حاجة حامية تمام بصوا فيه هنا حتة راس وعاد جبتها بالمص عايز اقول لك اقول ما فتحت الكبة الريحة خليتنا اعتص المكون هو ايه بقى كده طاصة على النار هنحط فيها معلقة من الكراوية الكراوية اللي هي شبه الكمون بس دي بتتشرب تمام الكراوية دي اللي احنا بنعملها لما بنبقى والدين وما بيبقى عندي بيبيهات كده بطنهم واجعهم بنغللهم شوية كراوية هي الكراوية دي محمصها على النار واخدها كده افرمها وهياخد منها معلقة كبيرة ومعلقة ونص كبار من الكزبرة الناشفة ومعلقة كبيرة من الكمون وثلاث معالق من الملح ومعايا نص كوباية زيت وكل الحاجات الحلوة دي هضيفها على الفلفل بعد ما اكون فرمته وهفرم كل الحاجات دي كلها مع بعض في الكبة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده يعني بعد ما فرمت الفلفل انا مش بنضف الفلفل من البزر تمام حبا انتي تشيلي منه البزر بتاع وشيليه كده اتفرمت معايا خلصت لا طبعا ما خلصتش كيلو ونص من الفلفل اخد معايا كوباية زيت ضفت نص الكوباية مع الفلفل والبهارات وهو بيطحن ونص الكوباية التاني كده تصع على النار هسخن الزيت بس ما تخلوش يسخن قوي عشان اول ما هتطوش في الهريسة هتلاقي ريحة الشطة طلعت عليك وتعود الكحة وتعتاصي تمام او بالشكل ده وهخليهم ياخدوا كده غلوة على النار مع بعض اول ما هيغلي هطفي عليه النار طب ليه عملت كده ده يعتبر تعقيم حلو جدا معاك الهريسة عشان لو احتفظت بيها برا الفريزر يعني خلتيها في التلاجة او بيتها يومين ولا حاجة كده معاك على الرخامة فما يجرلاش اي حاجة هسيبها بقى تبرد تماما ما ينفعش اعب بيها في البرطمانات وهي سخنة كده تمام فهسيبها تبرد تماما معايا هنا بقى شوية جزر حلوين الجزر مالي السوق ورخيص وحاجة طازة كده وفريش وما قوله كوش شكل ويزغل والله كل الخضار الخيار الخيار طالع فلاحي جميل والجزر واللمون والفلفل والحاجات الحلوة دي معايا برضو حوالي اتنين كيلو من الجزر اخدتو كده قشرتو وهبدأ انضفو بالقطاعة بصوا بالقطاعة كده يطلع شكله حلو كده وفيه طرنشات وحركات تقدر تعملي صوابع قطعي بالسكينة ما تحقديش نفسك يعني ما تخليش الحاجة معاك تبقى معقتة بصتيها على نفسك عندك القطاعة خير وبركة قطعي ما عندكيش قطعي بالسكينة انا القطاعة دي كنت جايباها من شركة التوحيد اللي في مدان الجيش بتاعة الحاج ياسر ربنا ادي الصحة تمام هقطع بقى عالجزر كده حتتين فلفل احمر حتتين فلفل اخضر فلفل اللي هريسة اخدت منه كان فلفلية كده قلتها هحط شوية معاهم في الجزر وشوية في اللمون اهو حطيت كده واحدتين فلفل علشان يدي ايه حموه معايا كده يعني سيكة مش كتير يعني تمام حاجة كده يبقى الجزر وانت بتقرشيه بقى حامي بسيط وبعد كده خلاص حطيته كده في البرتمان مش هعمل المحلوم المحلول الملح دلوقتي غير لما خلص كل المخلل معايا تمام معايا هنا بقى شوية خيار شوية فلفل اخضر هبدأ اخلله الخيار فلاحي ما شاء الله حلو فهخلله بحلو كده علشان خاطر ما ينعمش معايا واستفاد بيه وقت كبير الفلفل اعملي فيه فتحة كده علشان خاطر ما يتراش معاك الفتحة دي بتوصل الملح الجوه الفلفل وبتخلي الفلفل ما يتراش انا يمكن في الاول نسيته وحطته كده بعد كده خرقته وبدأت اعمل الفتحة البسيطة اللي فيه دي تمام كده يا بنات وابدأي بقى حطي خيارك وحطي فلفلك الخيار ده مش سريع كنت عاملة معاك وقبل كده الخيار السريع تمام فده مش سريع ده يصبر معاك وهو بحاله كده بس اختاري دايما الخيارية الصغيرة المدملكة الحلوة دي المليانة تمام اسفى جدا لايك بقى للفيديو لايك لايك علشان تعبنا جدا تمام اهو بالزبط كده واتمالة معايا برطمان ازاز حلو كده اخد معايا كيلو ونص برضو من الخيار وشوية فلفل هنا الهاريسة بردت معايا هابدأ اعبيها اهو عبي بقى الهاريسة دي عايز اقولك بتفضل معاك من السنة للسنة هاي لا هسيب بقى شوية كده علشان خاطر هستخدمهم في المحلول الملحي للمخلل هخلل بيه تمام احط بقى برضو كده على وشة شوية زيت اهو بالشكل ده وهقفل البرطمان كويس جدا وهاركنه جنب اخواته لحد ما بقى ابدأ اعمل في الحاجات البعية تمام اللي ممكن كده اتسلق وغيرت عليه المياه كتير جدا لازم تغير المياه باستمرار كل ساعة كل نص ساعة علشان خاطر تضمني ان هو ما يطلعش ممرر معك طيب لو خللته وطلع معايا ممرر يأمان اعمل ايه استغني عن المياه او المحلول الملح بتاعت بعد التخليل واعمليله محلول ملح جديد وابدأ يحطي فيه تاني يعني ده لو لقتيه ممرر بعد التخليل تمام اهو هحط معايا كده كمواحدة فلفل برضو الفلفل فتحي واحط معايا بقى فلفل احمر عشان يديله كده ايه يحموه كده وحاجات حرائقة مشتشطة للناس اللي بتحب الحاجة زبايس تمام اهو هكمل بقى البطرامون بالشكل ده ده انا هفتح عليه بعد اسبوعين يا بنات بعد اسبوعين ولو فتحت عليه بعد اسبوعين ولاقيته ممرر بستغنع عن مية التخليل بتاعته تماما تمام وببدأ اعمل اه محلول ملحي للتخليل من اول وجديد هتلاقي المرارة بتاعته راحت تماما تمام كده زي ما قلت برضو طبعا عايزة اكله بعد خمس ست يام يأمان هزود عليه في السليق عشر دقيق يعني انا ده سلقته لمدة عشر دقيق هيقعد معايا اسبوعين طيب لو عايزة افتح عليه بعد اسبوع او بعد خمس ايام هخليه بدل عشر دقيق سليق هخليه تلت ساعة يتسلق من بعد ما بدأ يغلي معايا هتحسيب التلت ساعة دي المية دي اللي انا كنت غليها في اول فيديو وسبتها تبرد تماما معايا برضو كان شوية اشر لامون حطتهم على وش البطرامون بصوا بقى المية كباية اللا ربع من مية السليق بتاعته مية السليق بتاعت اللامون انا ما استغنتش عنها اخدت منها كباية اللا ربع واخدت ربع كباية خل وربع كباية عصير لامون تمام؟ هنا الهريسة هاخد منها معلقة ومعايا هنا عصفر العصفر هاخد منه برضو كده من معلقة المعلقة او نص زي ما تحبي معندي كش عصفر او في دول مش بتوفر فيها العصفر استغني عنه مش ضروري تستخدميه تمام؟ اه بعد كده هياخد المكونات دي على لتر من المية كل لتر مية هياخد معاك المقادير دي وهياخد معايا تلت معايا لقونص من الملح يبقى كل لتر مية هياخد معايا ربع كباية من عصير اللمون كباية اللا ربع من مية سليق اللمون اللي انا سلقتها بعد ما بردت وهياخد معايا تلت معايا لقونص من الملح وربع كباية من الخل ده كل لتر مية تمام؟ مش عال مقادير دي هتطلع معاك يموم تازه هبدأ بقى كده ازود البرطمان معايا بالمحلول اللي احنا عملنا ده وبدوب الملح كويس جدا لازم تعود تدوي بيه كده لحد ما تتأكد ان كل حاجة ده بتمعاكي انا بقى بدي في الاخر كده تركيا كده تابع الفيديو للاخر عشان تعرفيها هتخلي المخلي المعاكي حلو قوي ده كان بالنسبة لمية اللمون طيب بالنسبة للخيار والجزر انا باخد اهو دول 2 لتر من المية هياخد عليهم اه سبع معالق من الملح دول 2 لتر بنات تمام هياخد سبع معالق كده من الملح بس هو الحوار ان هي المية زادت معايا قوي بس هقلب وهرجع هحط المية دي تاني اه حابة بقى تحطي اه خلي بتضيفي انا هحط هريسة هحط برضو معلقة من هريسة الشطة اللي انا عملتها تمام ولو انت حابة تضيفي بتضيفي ربع كباية من الخل انا ضيفت ربع كباية من الخل تمام كده يا بنات ما ضيفتش هنا بقى لماية من اللمون اللي تسلق والعصير اللمون انا هضيف بس ربع كباية من الخل كمان وديني ضيفت كمان معلقة من هريسة الشطة وبس كده يا بنات تمام كده اهو كده بقى خلاص المحلول الملحي للفلفل والخيار والجزر جاهز معي يبقى هو اللي بيفرق بين اللمون والجزر والفلفل والخيار هو بس مية سليق اللمون بس انا زودت المية تانية اهي فوقت بس كده معايا الحلة من المية وبعد كده ايه رحت مكمل المية عادي خلاص تمام كده بقيت معايا المحلول الملحي للخيار والفلفل والجزر جاهزي طيب لو فاض معايا بقى مية من سليق اللمون دي فوايدها كتير جدا حطيها زودي بيها مسحوق الغسيل وزودي بيها مسحوق الصابون السيل بتاع الاطباق انا مش مركزة دور البرد مخليني معلوماتي كلها نقصة نهاردة تمام طيب الخيار والفلفل والجزر افتح عليهم بعد حوالي من خمس ايام لأسبوع بصوا بقى تركيا دي هي رشة سكر وورقتين لوري على وش المخلل كده بصوا انا ما ملتش المخلل اوي او ما ملتش البرطمان اوي حطيت رشة السكر وحطيت ورقتين لوري وهكمل كده بكابشة كده من المحلول اللي انا عاملاه اهو من المية اللي احنا عملناها اهي لان انا ما كنتش عايزة السكر يدوب معايا في الحاجات اللي انا بدوبها ليه بقى السكر ده بالنسبة لي هو مادة حفظة وكمان مش هيعمل لي ريم كده على الوش وهيحافظ على قرمشة الخضار معي اللمون بقى هزود عليه كده معلقتين زيت من على الوش وهقفل البرطمانات بتاعتي اللمون هفتح عليه بعد اسبوعين وبقيت الحاجة دي هفتح عليها من خمس ايام لاسبوع بصوا انا بعد ما بقفل كده بدي رجل البرطمان وبمسحه من بره وبشيله بقى في مكان كده بعيد عن الحرارة ابعدي عن البتجاز عن جنب التلاج عن الحاجات دي تمام علشان تفضلي محافظة على القوامه معاك هقفل هنا بس بالكياس لما لقيت الغطى بتاع البرطمان واسع تمام كده بنات كده بقى جاهز معي المخلل الخضار هفتحه من خمس ايام لاسبوع لكن اللمون هفتحه بعد اسبوعين ده بقى فيديو النهاردة عملنا المخللات وعملنا الهاريسة الهاريسة تقدر تحتفز بيها في التلاجة حاجة كده املي البيت خير املي البيت بركة تمام؟ الست الشطرة اللي تملى بيتها بحاجات قليلة وكلها بركة ده بقى كان فيديو النهاردة لايك وشير واشوفكم على خير ومع السلامة